أصدر المؤلف الشادي زكريا حياة زكريا كتابا بعنوان سوق موكولو الذي احتوى على 110 صبحة تناول فيه مختلف المواضيع المتعلقة بتفشي الدعارة وانتشار الجريمة وغيرها من القضايا الاجتماعية وفي هذا السياق فقط التقى زميل سعيد أحمد حسن بالكاتب زكريا حياة زكريا حيث أدل له بالحديث التعليم مرشي موكولو هو المكان اللي بيمشو فيه البنات ويستعملون فيه أجسادهم من أجل الكسب الساهل والسبب الأساسي هو الفقر يعني بنلقى بنات الدقاك وبنلقى نسابين كبار وحتى متجوزات ونسبة للظروف الصعبة ووحدة تمشي على أساس تكسب الفلوس لكن مرشي موكولو هو كان مكان واحد بس موجود في نجمينة تم اكتشافه منذ سنوات ولكن للأسف بدأ يعني ينتشر الآن في أكثر من مكان في أكثر من حي نجد مرشي موكولو وأنا أقصد بمرشي موكولو هو المكان اللي تجتمع فيه البنات ويأتي الزبائن الرجال يأتي من أجل المتعة والنساء من أجل المال هذا هو مرشي موكولو من الصعب جدا أن نتخلص نهائيا من الدعارة لأن هي تجارة قديمة ومعروفة في كل دول العالم لكن يمكن أن نقلل منها وذلك عن طريق البحث عن فرص عمل للبنات دول يعني أيضا مراكز مهنية القروض الصغيرة مفروض المنظمات يمكن أن تجتهدوا تقدم شيء ملموس وحتى الدولة بإمكانها أن تجد حل أنه في النهاية دول بناتنا وأخواتنا ويعني قريباتنا فما ممكن نخلوهم يمشوا في هذا الطريق الوعر اللي نهيته دائما مأساوية يا إما أيديس يا إما أمراض متنقلة جنسيا يا إما اقتصاب يا إما مشاكل أخرى النقاط الحساسة طبعا هي الدعارة بشكل عام وخاصة عند الفتاة الصغار الفقر وأيضا الاقتصاب والجريمة المدبرة خاصة كل ما يدور من أمور غير مستحبة وغير محمودة في الليل كل هذه الأمور أنا تحدث عنها في هذا الكتاب